السلام عليكم ورحمة الله هزوك في اللون مرحبا بكم منذ أربع أيام 24 معتقل سباب الحيارات راهم مضربين عن الطعام هذا ما أعلنت عليه اللجنة الوطنية من إجل تحرير المعتقلين عناصر هذه اللجنة لابد منحيوهم على العمل الجبار اللي يرام يقوموا به من الأربع وعشرين اللي يراهم مضربين عن الطعام كانت 23 اللي تم اعتقالهم يوم السبت 3 عفرين الماضي بتهمة التجمهر الغير مرخص به الشباب هذو خرجوا يضعروا كل حراك كل حراك حابين يساعدوا هذو من الناس يحابين يساعدوا قالوا أنت جمع غير مرخص به وعليش نار الجمعة مرخص به جاو قدموا لكم طالب رخصك شو عجاقوا لكم طالب رخصة الشعب هو اللي يفرضوا نفسه شكونك أنت بس تعطيها رخصة أنت غير شرعي بس تجدهم منه رخصة وبالتالي الشباب اللي يخرجوا يتظهروا نار السبتة أفريل أنهم لا يحتاجون للرخصة يتظهروا بكل حرية في بلادهم في بلادهم بلاد بلادهم ويديروا رايهم قالوا هلكم في الشعارات الشباب اللي يراه مضرب عن الطعام ما يلزمش الناس تنساهم نها الثلاثة طلبة خارجين يظهروا في ثلاثة ميات واثناش لابد أنهم يطالبوا بإطلاق صراح المعتقلين لأنه هذ المعتقلين طالبين الحرية ما تشتاديهم في السجن بأي حق تضيغهم في السجن واش من جريم اقترفوا واش من أموال سرقوا ديرهم انت في السجن إذن الإخوان اللي باش يخرجوا نار الثلاثة لابد أن يذكروا ويطالبوا بإطلاق صراح هذا المعتقلين لأنه هذا اعتقال غير قانوني وكذلك لابد من نرفع هذا الإذراف عن طعام إلى مسامع المنظمات الدولية من هنا فساعدنا لابد من رفع كل ما يحدث إلى مسامع المنظمات الدولية وإلى السياد العصابة السيادهم الذي يراهم مغضبانين عليهم لأنهم قالوا ملكم فتو لليميد وإلى السياد السيادهم الذي هم المريكان أمريكان الذي أخذهم موقف كان عليهم أن يختاروا ما بين الشعب والعصابة اختاروا الشعب بارك الله نشكرهم على كل حال هذا هو إذن لابد من التضامن مع الإخوان 24 نراهم مضربين عن الطعام في سجن الحراش تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله